الملفات الساخنة والمشاكل اللي جوة في هذه المنطقة اللي حضرتك بقى هتكلم عليها في مجلس الشعب يعني امكان اولى المشاكل اللي بتصادفني الايام دي جمعية زراعية تم اشهرها ومنطقة حرس الحدود ابو سنبل بيمنع الناس تنزل بمعدات الزراعية عشان يزراعوا يمارسوا مهامهم وهذه من دون المشاكل ليه طيب انا جمعية مشهرة مخصص لها 500 فدان حتى هذه اللحظة لمنطقة الحدود وممكن انا وجهت رسالة للفريق اول صدق صبحي بعدت له خطاب ومذكرة يعني لابد من السماح لابناء النوبة للتنقل في هذه المناطق خاصة ان في قوانين بتقول كده القاتلين في المناطق الحدودية يتنقلوا في هذه المناطق يعني ما فيهاش اي مشكلة ان انا ااخد معدات طورية ما اخدهاش عشان اروح ازرع في المناطق هذه لا تخش عايز تخش تخش بدون طورية بدون جرار ينفع فاحنا برضو ينقصنا حاجات كتيرة للأسف اهتمامنا بالجانب الامن فقط بيضيع علينا مصالح ستصب في اخبار البنية التحتية ايه بقى هناك الصرف الصحي المنازل سنتحدث اولا البنية التحتية احنا لسه النوبة القديمة يعني المزمع العودة لها او التوطيم فيها ده ما فيش ايه بنية طبعا فيها لكن احنا بنتكلم على مدينة نصر النوبة مدينة نصر النوبة طوال ال52 سنة ماذا حدث ماذا قدمت الدولة لابناء النوبة في مدينة نصر النوبة الملف الصحي اه انا بسأل سؤال استنكاري لم تقدم شيء الدولة لم تقدم شيء هل في مستشفيات للأسف في مستشفيات للأسف نسأل نسأل المستشفيات موجودة مباني موجودة مستشفى نصر المركزي يعني في مبنى في مبنى طب يعني هو المبنى جوه مفيش حاجة جوه مفيش حاجة خالص طب بس ان في مبنى يعني في بداية هو يعني في بداية وحدات صحية موجودة 33 واحدة صحية في مبنى و33 واحدة صحية كلها مباني بس مباني بس مباني بس مباني 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 اشبيح وتمريد اجهزة تمريد اه تبقى مفيش على على مستوى يعني لا لا طبعا مفيش مفيش ده احنا الحالات بتموت عندي طوال الشهر اللي عده بس من ساعة إعلان النتيجة ثلاث حالات توف عشان مفيش مستشفى أولا المستشفى مفيش إمكانيات لاستقبال حالات الطوارئ هي فاضية تماما يعني لو دخلت فاضية يعني مش شغالة فيه ستة أطباء آه يعني آه في ناس يعني لكن مفيش أجهزة آه ده كافرة موجودين بيعملوا إيه طب من أجهزة تتخيلي مفيش حاجة لعلاج الحالات الطارئة القلب والضغط والحدي بتستنى التنسيق وده ده خطأ اللي فكر في الموضوع ده يعني إنسان ما بفكرش في مصطحة الناس ينسق يعني وحدة الأسعاف تنسق مع مستشفى الجامعي أو مستشفى ضراء أو مستشفى كومبو عشان ينقل الحالة ثلاث حالات ماتوا وهم لسه بينسقوا عشان يدور علما بإن المستشفى المفروض اللي وافقت على أن يكون بها قسم استقبال 24 ساعة بتستقبل إزاي أنت تخلي وحدة الأسعاف تنسق ساعة تنسق لحد ما الحالة تتوفى أشياء كثيرة في الصحة ملف الصحة ده بأمانة أنا بقول حاجة يعني إزاي وزير الصحة إزاي يجي لنوم وعندي ناس أولا مش لاجئة وسيلة للعلاج عندي أمصال العقرب ناقصة جدا في منطقة كركر ما عنديش أمصال عقرب الناس بتموت عندي بأمانة أنا بقول وزير الصحة إزاي يجي لنوم وناس أصلا مش لاجئة أقل حق من حقوق المواطنة الصحة توفر لي للأسف أنا نفسي يعني أعرف المسؤولين بناموا إزاي طب ده دورك بقى أنت في البرلمان بإذن الله بمشيئة الله بمشيئة الله ده الجلسات عبطون تطرحون أنه دي صحة دي قضية حيوان لموت يعني مشيئة